التفريغ أو الدرينجي الخاص بالجيوب الأنفية بيتم عن طريق مجموعة مختلفة من الفتحات واللي بنسميها أستيا الفتحات دي والقنوات الرئيسية لتفريغ الجيوب الأنفية بتكون نظام أو وحدة متكاملة بيطلق عليها اسم أستوميتاليونت واللي اختصارها OMU واسمها برضو أستوميتالكمبلكس والأستوميتال يونت بتتقسم لجزء إيه؟ جزء أمامي اللي هو أنتيريور أستوميتال يونت والجزء الخلفي بستيريور أستوميتال يونت الجزء الأمامي بيشمل الانفانديبلم وهنتكلم عنه كمان شوية والفرونتال ريسيس والميدل نازل ميتاس والفتحات أو الأستيام الموجودة في الفرونتال والمجزيلة ريساينسيس والأستيام دي عبارة عن فتحات موجودة في الجيوب الأنفية بتفتح بعد كده في قنوات التفريغ الخاصة بكل جيب فيبقى كده الأنتيريور أستوميتال يونت بيعمل حلقة وصل بين كل من الفرونتال والمجزيلة ريساينسيس والأنتيريور جروب الخاص بالإسمويت ساينسيس علشان يتصلوا في النهاية بالميدل نازل ميتاس أما بالنسبة للبستيريور أستوميتال يونت بيشمل كل من السوبيريور نازل ميتاس والسفينو اسمويد الريسس اللي بيفرغ فيه الإسفينويت ساينسيس فيبقى البستيريور أستوميتال يونت بيعمل شبكة بين الإسفينويت ساينسيس والبستيريور جروب الموجودة في الإسمويت ساينسيس علشان يصوبوا في النهاية في السوبيريور نازل ميتاس نيجي بعد كده للتركيب أو الستراكتشارز المهمة اللي بتكون منهم الإستوميتال يونت وهم الإنفانديبلام والأنسانيت بروسيس والسيميليونر هيتاس والإسمويت بولا الإنفانديبلام عبارة عن قناة ديقة مستطيلة الشكل بتوصل ما بين المجزيل الريساينس والميد النازل ميتاس والجدار الداخلي للإنفانديبلام بيبقى هو الإنسانيت بروسيس واللي عبارة عن طبقة عزمية على شكل هوك أو خطاف بينشأ من أسفل الإسمويت بول نيجي بعد كده للإسمويت بولا وده عبارة عن خلية هوائية كبيرة من الأنتيريور جروب للإسمويت ساينسس موجودة أعلى الإنفانديبلام ومتصلة بالجدار الداخلي للعيب ترجمة نانسي قنقر